اشتركوا في القناة اي مواد اعلامية تتعلق بمملكة البحرين انما نرى انها تحولت الى منصة للترويج الاعلاني لحراك الخلايا الارهابية في المنطقة وايضا في مملكة البحرين نرى بانها كأنها شركة علاقات عامة لتلميع صور هؤلاء الارهابيين على مستوى المنطقة وتأذيب الرأي العام العربي والدولي ضد مملكة البحرين وتشويه سمعة مملكة البحرين الاعلامية والحقوقية وايضا الامنية على مستوى المجتمع الدولي انا نبين فند رأيين يطلع من نظام قطر نفسه عندما يدعي بان قناة الجزيرة قناة محايدة لا قناة مستقلة ولا تدفع نظام قطر وهنا نقول اذا كان هذه حقيقة فهل هناك مشكلة بين قناة الجزيرة في عدم الاعتراف بدولة قطر مثلا هل دولة قطر مدينة فاضلة لماذا لا تتطرق لمساء الحريات وحقوق الإنسان في قطر لماذا لا نرى أي تداول عن وضع السجون في دولة قطر تهادا journée Pieter امترای الى من قطر سلونا شكرا للمCD سلونا شكرا للمشاء سلونا سلونا وحقوقال سلونا ميدنة من قطر امتراو لمساء مودة رأيت سلونا ـ قطر